لو حضرتك بقى احنا بنتكلم على الفوارق بين النادي الاهلي والاندية التانية خلال هذا الموسم لو حضرتك بصيت على احصائية بقى مشاركة لعيبة النادي الاهلي طول الموسم ده هتلاقي اولا مدرب محترف على دراية كاملة باللي بيحصل جوه الملعب وبره الملعب يعرف امتى يلاعب اللعيب ده ويعرف امتى يحطه في التوقيت ده ويعرف امتى ريحه كل الامور دي تخليك فخور باختراك الصح وعلى فكرة طالما بتختار صح وبتكتهد علشان المصلحة العامة مش المصلحة الخاصة ربنا بيوفق بيبقى التوفيق بقى هو اللي بيحلفك الاخرى الناس تقولك ايه طبعا هي في ناس بتحاول تقلل من انجازاتك بتقولك ايه ده الاهلي محظوظ انت بتشتغل صح فالتوفيق بيكون حليفك التوفيق ده بيجي من عند ربنا طالما بتشتغل صح هتلاقي التوفيق حليفك وده اللي بيحصل على فكرة ده اللي بيحصل طول عمره في النادي الاهلي لما يقولك انت محظوظ تقوله طب تعالى مثلا احنا بنتكلم مثلا عن بطولة الدوري مناخدها واحدة واحدة كده بطولة الدوري 43 بطولة طب كنت محظوظ في الاولى والتانية والتالتة الحد موصلنا للعشرة ده لو احنا تكلمنا بلكده ده اول 9 سنين من بداية البطولة اللي بدأت 48 اول 9 سنين حضراتكم النادي الاهلي كان محظوظ لان النادي الاهلي هو البطل اول 9 سنين في الدوري العام فجايفين الحظ من امتى يفضل الحظ الحد وقتنا هذا 20-23 اللي بتحقق فيه 43 يعني 43 بطولة في الدوري نحنا هنتكلم على كاز بعد كده والفارق بين النادي الاهلي واللي وراه وبطولة افريقيا والفارق بين النادي الاهلي واللي وراه ميجي لك التوفيق لحظ زي ما هم بيقول هيجي لك مباراة هيجي لك بطولة مش 43 بطولة دوري مش 11 بطولة افريقيا ولا ايه انما سبكم الكلام اللي بتقال ده هو ده علشان يغطوا على فشل موجود يغطوا على فشل موجود انما الارقام هي قدامنا هي اللي بتفضح الكل وهي اللي بتتكلم عن تفوق النادي الاهلي مع احترامي الجميع الاندية على جميع الاندية على جميع الاندية ده احنا بنتكلم على بطولة دوري بنقول ان النادي الاهلي 43 متفوق على ايه جميع الاندية اللي خادت بطولة الدوري العام جميع الاندية اللي خادت بطولة الدوري العام وبعدين بنتكلم على الكاس وبعدين كاس السوبر المصري وبعدين كاس السوبر الافريقي وبنتكلم عن بطولة افريقيا بتكلم على ارقام مش واحدة واثنين وثلاثة لو عشرة محزوز طب والباقي والباقي محزوز لا في منظومة احترافية منظومة احترافية نادي الاهلي نادي بنكهة اوروبية في مصر بكمان ايه بنكهة اندية سوبر اوروبية في مصر بتكلم على الادارة بتكلم على المنظومة ككل هو ده النادي الاهلي علش مش عشان انا منتمي للنادي الاهلي وفخور بالانتماء ده لا النادي الاهلي في حتة ويه بقيت الاندية مجتمعة في حتة تانية خالص فلازم ندي كل واحد حق ولازم ندافع واحنا هنا خناة النادي الاهلي اه احنا ما بنتكلمش زي ما البعض بيتكلم زي ما البعض بيتكلم بيبقى في تجوزات وفي حاجات كده ما نحبش نتكلم فيها احنا بنتكلم بندي النادي الاهلي حقه وبنتكلم بالارقام بنقول واحد اتنين تلاتة سيبكم الكلام اللي بيتقال كلام اللي هو ما يخشش العقل الكلام اللي انت لو سمعته او لما بتسمعه بتقعد تضحك بتشفق تشفق على اللي بيقوله لا حبيبي النادي الاهلي غير النادي الاهلي بالارقام تفضل واحد اتنين تلاتة النادي الاهلي محزوز مبورا محزوز اتنين محزوز تلاتة محزوز بطولة محزوز عشرة مش محزوز 150 بطولة ولا 120 بطولة في كل المسابقات تتكلم على دوري تتكلم على كاس مصر تتكلم على كاس افريقيا تتكلم على دوري ابطال افريقيا بتتكلم عن كاس السوبر المصري بتكلم عن كاسة سوبر أفريقيا كل ده النادي الأهلي هو اللي بيحمل الرقم القياسي بتاعه ده إحنا لما بنتكلم على الأرقام القياسية بنتلع نقول إيه؟ بنتلع نقول إن الرقم القياسي باسم النادي الأهلي الرقم القياسي اللي متحقق في البطولة دي باسم النادي الأهلي والنادي الأهلي النهاردة عايز يحطم الرقم القياسي ده اللي هو أصلا بتاعه فلما نتكلم على مقارنات نتمنى نفضل طول العمر كده إن شاء الله لا ما فيش مقارنات ما فيش مقارنات لاينا أنا حقول لحضراتكم المقارنة ما بين النادي الأهلي وأي نادي تاني فيه ظلم كبير جداً مش للنادي الأهلي للنادي التاني فيه ظلم للنادي التاني مش للنادي الأهلي بالعكس ده أنا الواحد بيشفق على الأندية التانية لما بنيجي نتكلم على أرقام فيعني الأهلي في حتة تانية خالص ثم بعد كده يجي بقى أقرب نادي ليه التاني والتالت والربع إنما المنافسة الحقيقية غير موجودة